وجه خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بالتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مستوى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم وأكد عبدالغفار أن الإجراء يستهدف الوصول إلى تحقيق آمال وتطلعات المواطنين في مجال الصحة مشددا على أن الرعاية الصحية الجيدة تعد حقا أصيلا يكفله الدستور وهي من الأركان الأساسية في بناء الإنسان القادر على تحقيق التنمية